هذا وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحرص عند أداء العبادات في شهر رمضان الفضيل على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة في هذا الشأن مشيرة إلى أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للمساهمة في خفض معدلات الانتشار وحماية المجتمع يواصل أفراد المجتمع البحريري ممن هم فوق سن الثامنة عشر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم لحماية أنفسهم والمساهمة في تحصين مجتمعهم من خلال تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ويؤكد الفريق الوطني الطبي أهمية أخذ اللقاح في هذه المرحلة الهامة من مراحل مجابهة الفيروس مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصحية لتجنب الإصابة بالفيروس ونقل العدوى للأخرين ليكون العنوان حماية والتزام وفي هذا الإطار أصدر الفريق الوطني الطبي تعليمات صحية في شهر رمضان تجدد تأكيد على المخاطر المترتبة على الإختلاط في نطاق الأسرة وأثره في ارتفاع أعداد الحالات القائمة وزيادة الانتشار الجهود تتواصل من قبل جميع الجهات المعنية في التصدي للجائحة والتعامل مع أثرها على مختلف القطاعات لكن ما يقع على عاتق المجتمع هو مواصلة الالتزام بمسؤولية والتجاوب الفعال مع ما يصدر عن الجهات صاحبة الاختصاص فالجميع شركاء في مواصلة التقدم بثبات في هذه المواجهة مع الفيروس ومساندة جهود العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة ولا شك بأن إعادة فتح المساجد لتأثية صلاة الجمعة وصلاة التراويح وقبل ذلك تأدية الصلوات الجماعية بشكل تدريجي إضافة إلى إعادة فتح بعض القطاعات وفق شروط خاصة وإجراءات محددة دليل واضح على نجاعة الخطط التي اتخذتها مملكة البحرين في التعامل مع الجائحة وتداعياتها والمبنية على أسس متينة ومساندة متابعة تقييمية مستمرة ضمن معادلة أعطيت الأولوية فيها للإنسان على هذه الأرض الخيرة